بهم بانا الهدى نورا وطاها وفي طه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيهدونا صوابا نستفتي فيهدونا صوابا الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أحبتكم كرام إلى حلقة جديدة من برنامج الأفتاء المباشر يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية أسعد بكم دائما وأسعد بضيفكم في السيديو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل باسمكم وباسم فريق العمل ورحبوا بضيفكم أهلا وسلام بكم شكرا وأنا كذلك جدد ترحيب بكم وبإخواني وأخواتي أينما بلغ إليه هذا الأثير سائل الله جل وعلا أن يجعله لقاء طيب مبارك ينفع الله فيه المتكلم والسام إنه سبحانه جواد كريم اللهم أمين الشيخنا قبل أن نستقبل الاتصالات الإخوة والأخوات في كل سنة قبيل العاشر الأواخر تكثر المنامات أو تكثر تعبير الرؤى أو ربما بعض الناس ربما يبدأ تتحدث عن تحديد ليلة القدر في هذه السنة وأنها في سنوات ماضية كانت كذا وهذه السنة ستكون في هذه الليلة الحديث عن اهتمام الناس وكذلك اهتمام بعض المعبرين بذلك الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم نعم تتكرر هذه الظاهرة في الاستفتاءات والسؤالات وما يكون من طلب التعبير ومن المعبرين في تحديد ليلة القدر في هذه السنة بناء على رؤيا الرائين أنها ليلة كذا وكذا وهذا غلط شنيع وخطأ فادح لأن معناه أن يهمل الناس الليالي قبلها والليالي بعدها والله جل وعلا لما أخفى هذه الليلة أخفاها لحكمة عظيمة منها أن نشتغل بالجهاء بالاجتهاد والدعاء والضراءة إليه ولو كان في تعينها خير لنا لبينها لنا ربنا ولأبانها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأما ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطعت فإن الرائين هم الصحابة رضي الله عنهم والمعب لرؤياهم هو النبي صلى الله عليه وسلم لم تهجول بهم الشياطين كما تهجول بكثير من الناس في هذا الزمان ومع ذلك قال فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر ولم يحدد لها ليلة معينة ولهذا هذه الليلة الشريفة الصحيح وأنها ليلة متنقلة ليست ليلة ثابتة وما يكون من تحديدها من بعض المعبرين غلط لأن معنى ذلك للأسف الشديد أن يكونوا أعوانا للشيطان في أن يهملوا الليالي قبلها والليالي بعدها وبالتالي تفوتهم شرف هذه الليلة في قيامها والاجتهاد فيها في الطاعة فلنحذر من ذلك والمحذر منه ولننتبه له يرعاكم الله والله أعلم هنا شيخنا من الأسئلة التي وصلتنا الحديث عن العشر الأواخر وهل هناك فرق بين الليالي الوتر وغيرها من الليالي ليالي العشر الأواخر كلها ليالي فاضلة فإن هذه الليالي أشرف ليالي العام وشرفها لأنها تضمنت واجتمنت على ليلة القدر التي هي خير التي قيامها والقنوس فيها خير من عبادة ألف شهر وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره في الصحيحين من حديث أممين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئز رحاله عليه الصلاة والسلام وشد مئز رحاله وهذه الليالي الشرف فيها في كلها لكن ليالي القدر في أوتارها آكد منه في أشفاعها لا أنها لا تكون في الأشفاع لا قد تأتي في الأشفاع لحديث سابعة تبقى لخامسة تبقى لتاسعة تبقى وهذه تتفاوت بين إكمال الشهر وبين نقصانه والله أعلم سألت لكم استقبالة صلاة هذه الحلقة معنا أبو محمد من السعودية فضل أبو محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السؤال له طلبك ما صحة الحديث اللي يقول من أسطر رمضان متعمد فلا يجزل أصيام الدهر كلها طيب السؤال الثاني فضل صدقة على الحيوان هل يعادل فضلها الصدقة على الإنسان طيب طيب شكرا الله المعرفي من معنى طيب شيخنا الأخب محمد سأل عن حديث من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإنصامه نعم هذا الحديث حديث ثابت من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض أهل العلم يعله لكنه حديث ثابت يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما في رمضان بغير عذر لم يجزه صيام الدهر كله وإنصامه وبنى على ذلك بعض المحققين من أهل العلم كابن تيمية أنه لا يصام هذا اليوم الذي أفطره متعمدا وإنما شأنه فيه التوبة النصوحة الله مصدر فإن من الذنوب ذنوب لا تبلغها الكفارات كاليمين الغموس وكقتل معصوم الدم عمدا ليس فيها إلا التوبة الكفارة لا تبلغ تكفيرها ومن ذلك إفطاروا يوم في رمضان من غير ما عذر وذهب بعض أهل العلم إلى أن من كمال التوبة وتمامها أن يصوم الأيام التي تعمد فطرها رجاء من الله أن يقبلها والله أعلم سؤال الثاني يسأل عن الصدقة على الحيوان هل تعادل الصدقة على الإنسان أو تختلف؟ الصدقة على الحيوان قد تكون أفضل من الصدقة على الإنسان فهي مناطها بحسب الحاجة قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله عز وجل شكر لامرأة بغي من بني إسرائيل سقت كلبا كان يلعق الثرى من شدة العطش فشكر الله لها فأدخلها الجنة وعذب امرأة صوامة قوامة بسبب هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض إذن قد تكون الصدقة على الحيوان أفضل بحسب الحاجة وشدة اللهفة والله أعلم لكن الأصل أن النوع للإنسان هي الصدقة نعم الصدقة على المكلفين الإنس والجن لكن البهائم لها أجر وفي كل نفس رطبة أجر يقوله صلى الله عليه وسلم سيدنا نستقبال بعض الصلاة معنا أمها من السعودية فضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عني سويا تمت الأول الأول صار عن عثارة سجود اللي هي الجبهة سبق سألتي عنها يا أمها لا ما سألت أنا ما تمت واضنة طيب سألت ثاني عندي خمس عشر ما عند وعدي مسلفة توادي ما أخذها وعدي مني واخذها منها يشوف كم الزكاة أعطني الزكاة فيها ولا أطلع الزكاة فيها عندها واباقي عندها بس يطب هيا قصد بها أعطني هيا أطلع الزكاة أو لكي يعني أنت معطيتها واحد متى ما بغيتيها بيعطيك إياه صح؟ نعم مسلفة أخذها ولدي ولدك وانا أطلع الزكاة فيها أربع سنوات أو خمس سنوات معه ما زكيت إذا أخذت يعني كيف سألت طيب هو يقدر أطلع الزكاة الحين أو لا يقدر من أربع سنوات أطلع الزكاة فيها ما عنده ما عنده سدادها يعني أي ما عنده سدادها طيب طيب أثار السجود اللي على الجبهة تسألين عن ماذا؟ أيوة وش تسألين عنه؟ ش فيها؟ وش حكمة يعني حكمة حكمة مجلس المؤمنين الجماعة ما عنده والله طيب 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 تسألين عن الجامعة إن شاء الله شكرا أمت الله من مصر توضى لي؟ نعم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله في الجامعة بنصلي مع الإمام وبطيل السيود بطيل السيود في الجوز في الفريضة طيب يجب إن الواحد يدعو في الجوز في الفريضة يدع في أي وضع في الفريضة يعني الفريضة بجوز إن الواحد في أي وضع فيها يدعوه لما يجوز بالسؤال الأول أم طيب السؤال الثاني 360 كثبيحة بتحت الأرضات تحت الجسيم المفاق الجوز إن الواحد يقوله في أي وقت في أي لحظة ولا عندها وقت معين إذقاف فيها السؤال الثاني طيب طيب السؤال الثاني يصل مع أبونا في البيت وبعدين بعد ما يتخلص والطبيب طوال لدع نحو كل الفاتحة هال magazine يعني صلوا الفريضة ولا قيمآ الهل بنصلي فريضة فريضة طيب بعد ما يسلم يقول يقره الفاتحة ويدعو لا من أبدأ أول من أبدأ بعد ما يخلص الدعاء كله وبعدين بيقول يلا أقول الفاتحة بنجم معه الفاتحة حلي جوجل الفاتحة بعد كل فريضة كل فريضة طيب طيب الله بارك فيك لميس من سويسرة فضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت أنا بس عندي سؤالك أقمت ليلة في شرم الشيخ بفندق بعد أنه بعد ما ذهبت علي يعني راحت علي الطيارة فطلبت عشاء في تلك الليلة لكن بعد ما رجعت إلى جنيب يعني جبت المبلغ عرفت أنهم ما خصموا الحق العشاء يعني حسب المبلغ اللي أعطوني أو خصموا مني طيب فتصلت فيهم تليفون والموطف يعني قال لي راح أعطيني رقم تليفونك وانا برجع أحكي معاكي بس لغاية لأنه لم يتصل بي أحد يعني فسؤال هل أعيد يعني الاتصال أم طيب ماذا أفعل يعني طيب طيب شكرا 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 جزيلا للأخوة والأخوات هنا بقي هنا سؤال لأخوة يزيد يقول سأسافر من رياض بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى فهل أفضل لنا الفطر أو إكمال اليوم نظرا لأنه لم يتبقى إلا أقل من نصف اليوم إضافة أني سمعت أنه مكروه الإفطار بعد الزوال أما القول بأن الإكراء أن الإفطار بعد الزوال للمسافر مكروه فغير صحيح وهو قول ضعيف وأما المسافر إذا سافر سواء من أول يوم أو مثناته أو بعد عصره فهو مخير بين أن يفطر وبين أن يصوم إذا كان السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا ويفعل في الأفضل ما هو أرفق به ومن من معه فإن كان الأرفق بهم الفطر أفطر أخذ من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر وإن كان الأرفق بهم إتمام صومهم فهذا أفضل لأن لا يكون عليهم يوم تبعه يقضونه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر في فتح مكة حتى بلغ موضع كراع الغميم بين الجموم الآن وبين عسفان إذن صام أكثر من ثلاثة أربعة طريق عليه الصلاة والسلام والله أعلم سيدنا في استقبال الصال لخت مهد فضلي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله ما هو الأفضل في الوقت الذي بين الأذان وخبط يوم الجمعة إحنا في المسجد قبل الأذان قبل ما يطلع الإمام وهو أفضل سيء هل هو قراءة القرآن أم الصلاة على النبي عليه السلام هذا السؤال الأول طيب سؤال الثاني هل قراءة القرآن بلا تجويد مع العلم أن الذي يقرأه متقن لأحكامه أو جيد فيها الشخص الذي يقرأ القرآن هو جيد في أحكام التجويد أو متقن لها لكنه عندما يقرأ لوحده يقرأ خلا نقول بتجاوز المدود أو بتجاوز المدود أو لا يعطيها حق قدرها فهل هذا يلحقه إسم أم لا طيب طيب إذا نام الإنسان عن صلاة الفجر ثلاث مرات فهل هذا منافق وعلى ماذا يدل هذا الكلام طيب طيب ما هي محبطات العمل وسبل عدم الوقوع فيها ودذلكم الله وغيره محبطات نعم طيب طيب الله يباركي شكرا جزيلا للأخوة والأخوات جميعا الأخت أمها سبقا سالس شيخ نعم هذا السؤال وعادت مرة أخرى قلت لما استمع إلى الإجابة تقول آثار السجود إذا كانت على جبهة الإنسان لا تدل آثار السجود التي على الجبهة على صلاح صاحبها وعلى زكاته وإنما هي من آثار ملامسة جبهة للأرض سواء لسجود أو لغيره قوض الله جل وعلا سيماهم في وجوه من أهر السجود هذا يوم القيامة هذا يكون يوم القيامة كما جاء في الحديث يأتي يوم القيامة أمتي غرلا محجرين من أثر المضوء فهذا يكون في أثر إيمانهم وصلاحهم وعباداتهم في صلاتهم يوم القيامة والله أعلم أيضا سألت عن أنها أعطت ابنها خمسة عشر ألف من سنوات وكل ما تسأل عنها يقول لم يتسأل لهم مبلغ حتى الآن تقل الآن أربع سنوات مضت على هذا الدين هل علي أن نزكيه أم لا؟ هذا والله أعلم دين على معسر لا يستطيع الوفاء ولو كان ابنها فإذا استلمت هذه الأموال كلها أو بعضها تزكيها سنة واحدة وهذا عموما في زكاة الدين إذا كان على مماطل أو كان على معسر إذا قبضه صاحبه يزكيه قبضه كله أو بعضه يزكيه سنة واحدة والله أعلم يعني الفرق بينها يا شيخنا كل الإنسان يستطيعه كأنه ماله كأنه عنده متى ما بغاه نعم إذا كان الدين على باذل فكأنه بيده فتجب عليه الصدقة الزكاة في كل سنة نعم هنا أيضا من الأسئلة أمت الله تسأل عن أنها في الجامع إذا صلت مع الإمام في الجامع تقول أنه يطيل في السجود هل لي أن أدعو في الفريضة بكل الأدعية من صلى خلف إمام يطيل في السجود فإذا كان في فريضة فيأتي بالأذكار الواردة أو التسبيحات ويكثر منها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح و القدوس و رب الملائكة و روح ثم يدعو بجوامع الأدعية يدعو فيها بجوامع الأدعية ولو دعى بأمور تتعلق بدنيا فلا بأس في ذلك فإن السجود موضع للدعاء قال صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم والله أعلم تسأل عن أنها تقول 360 حسب قولها تسبيحة التي عن المفاصل هل لها وقت محدد الإنسان مثلا يقولها الصباح أو يقولها في الليل هذا ما بناه على قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيري يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة والسلامة هي المفاصل والأعضاء والأعظام وعددها ستون وثلاثمائة فتسبيحة صدقة وتهليلة صدقة وتكبيلة صدقة ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الظحاء فهذه بابها واسع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لأنها متعلقة باليوم والله أعلم هي أيضا تسأل عن أنها إذا صلوا في البيت يصلي بهم زوجها فتقول بعد الفريضة بعد يدعو ثم يقول اقرأوا الفاتحة نعم بعد السلام سلام الإيمان من الفريضة فإنه يأتي بالأذكار الواردة ذكرا منفردا لا ذكرا جمائيا ولا يصلح أن يرفعوا أيديهم جميعا ويدعوا بدعاء واحد ويؤمن بعضهم على بعض ثم تختم بذلك بقراءة الفاتحة كل هذه من المحدثات وإنما لا ترفعوا اليدين بعد الصلاة بالدعاء ويأتي المسلم بالذكر الوارد والدعاء أفضل ما يكون قبل السلام بعد التشهد وقبل السلام ثم إني أسأله لماذا يصلي الفريضة في بيته ويأم بأهله يذهب يصلي مع المسلمين في المساجد لأنهم خاطب بذلك مأمور به من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر كذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم والله على الاختلميس من سويسرا سألت أنها قامت في فندق وكان من ضمن الإقامة أنها بدون وجبات حسب ما فهمت هي فتقول أنهم أعطوني وجبة في تلك الليلة قبل أن أسافر ثم اكتشفت أني لم أدفع قيمة هذه الوجبة توصلت معهم فقالوا سوف نتصل عليك ونخبرك بهذا الأمر هل لي أن أتواصل معهم حتى أعرف منهم أو يكفي أني أبلغتهم بذلك مدام أنها أعلمتهم ووعدوها أن يتصلوا بها فإن لم يتصلوا تتصدق بقيمة هذه الوجبة على الفقراء في أي مكان وتبرى بذلك ذمتها بإذن الله والله أعلم تقيمها لأنه ربما ما تعرف القيمة نعم تقيمها أو تعرف بقيمة الفنادق المشابهة لها الأختمة سألت عن الأفضل بين الأذان والإقامة هي بعض النساء يحضرنا صلاة الجمعة فتقول حتى يدخل الخطيب هل نشتغل بالقرآن بقراءة القرآن أم نشتغل بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك مشروع وله أجر عظيم اشتغلوا بالقرآن اشتغلوا بالصلاة عن النبي اشتغلوا بالدعاء والتسبيح والتهدير كلها أمور سائغة ومشروعة ويندب إليها بل هذا وقت الدعاء من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة من آكد أوقات أن تكون هذه الساعة هي ساعة الجمعة فإن ساعة الجمعة ذكر فيها الفقه رحمهم الله نيفا وأربعين قولا أرجحها قولا الأول من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة وهي الساعة التي لا يوافيها عبد مسلم يسأل الله شيء لا أعطاه الله إياه والقول الثاني أنها آخر ساعة من يوم الجمعة فأفضلوا ما فيه الدعاء والابتهال والضراءة إلى الله سبحانه وتعالى والله أعلى سيد ذنكم استقبال بعض الصلاة معلمة السعودية متلات فضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت إيه هي مواصفات ليلة القبر اليوم اللي أبلها الليلة علامات أيوة طي وعي أعط يعني مواصفات رسول الله عليه الصلاة والسلام كان شكله إيه عليه الصلاة والسلام فلان عمر ما سمعت الصراحة عنه أي حاجة اللهم صلِّه وسلم على محمد طيب طيب تسمع لي جاء ما شاء شكرا شكرا الله لك اللهم صلِّه وسلم على محمد شكرا عمد الله تسأل عن صفات النبس عسلم الخلقية صفاته الخلقية عددها واصفوه من أصحابه ومن أحسن ما وصف في ذلك وصف أنس بن مالك له وصف أم معبد السلمية رضي الله عن الجميع للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا موجود في الكتب وفي المواقع مبسوطا يضيق المقام عن ذكره كان أبلج الوجه وكان صلى الله عليه وسلم داعج العينين عرض المنكبين وكان وجهه كفلقة قمر إذا بلغه خبر يسره صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل الفارع ولا بالقصير القزم بل كان ربعة من الرجال وذا لحية كثة إذا قرأ اضطربت لحيته فرأى من خلفه اضطراب لحيته لم يكن فيها إلا بضع عشرة شيبة أي أن أكثر شعر لحيته هو السواد صلى الله عليه وسلم ومعرفة وصفه ليست مقصودا تلذاتها لكن لألا يلتبس الشيطان ويلبس على الناس في منامهم أنه هو رسول الله فيأمرهم وينهاهم أو يعتقد الرائي أنه حصلت له كرامة برؤية النبي في المنام والله أعلى اللهم صلوه وسلم على محمد أيضا سألت عن العلامات التي تعرف بها ليتقدر سواء قبلها أو أثناها أو بعدها أعظم العلامات أنها متحققة في العشر الأواخر هذه أعظم علامة وأوثقها وهي التي أرشدنا إليها وعلمناها نبينا صلى الله عليه وسلم أنها ليلة واقعة في العشر الأواخر فمن اجتهد العشر الأواخر كلها إن تم الشهر أو التسع الأواخر إن هفى ونقص الشهر وقامها إيمانا واحتسابا وابتهلا وتضرعا إلى الله أدرك بإذن الله هذه الليلة الشريفة وعلاماتها الواضحة تكون بعدها فالشمس تخرج في صبيحتها كالطست أي قرصا لا شعع له ومن علاماتها أنها ليلة سلام فلا أعاصير ولا براكين ولا شهب وأنها ليلة هادئة مطمئنة لتنزل ملائكة الرحمن وأنها ليلة وضيئة لكثرة من ينزل من السماء فيها من الملائكة عليهم الصلاة والسلام وذكروا أن هذه الليلة لا يسمع فيها صياح نباح كلاب ونهيق حمير لأنها إنما تنبح الكلاب وتنهق الحمير إذا رأت شيطانا والملائكة في تنزل والشياطين في تخنس والله أعلى سألت أيضا الأختي مها بقلها عدة أسئلة عن صلاة الفجر إذا فاتت على الإنسان ثلاث مرات هل وردت فيه وعيد معين؟ لا أعلم وعيدا في من فاته صلاة الفجر ثلاث مرات إنما الذي جاء ذلك في صلاة الجمعة من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه وأما صلاة الفجر فلو تركها مرة واحدة يخشى عليه الهلكة وقد أفتى جمع من أهل العلم أن من تعمد ترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس تطلع الشمس ولم يصلها إلا بعدها أنه ليس بمسلم أنه خرج بهذا الفعل عن اسم الإسلام وهذا خطر جسيم ينتبه له المسلم ويحذر منه ولا يرتبها بالثلاث بل مرة واحدة قد تكون هي الباقعة المحبطة لعمله نعوذ بالله من غضبه نعم على ذكركم للمحبطات شيخنا سؤالها الرابع عن محبطات الأعمال وكيف الإنسان ينجو من هذه المحبطات محبطات الأعمال مدارها على نواقض الإيمان القولية والفعلية والاعتقادية فما نقض الإيمان أحبط العمل وأعظمها وأشنعها وأفضعها الشرك بالله فإن الله قال متوعد النبيه وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ويتكونن من الخاسرين وفي الآيات في سياق ذكر أسمائهم أسماء الأنبياء في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ لا قول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فذكر أن الشركة سبب لإحباط عملهم نسأل الله العفو والعافية نعم هنا سؤال عن السنة الرواتب وقضائها هل هو القضاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة سنة الظهر فقط بالنسبة للسنة الرواتب هما كما جاء في الأحاديث عشر ركعات أو ثمت عشر ركعة والإتيان بثمت عشر ركعة أولى لأنه أكثر من السجود وصالت راتبة له في يومه وليلته فتكون ركعاته في اليوم والليلة مع الفرائض أربعون ركعة خمسة عشر ركعة في السنة الرواتب والشفع والوتر والباقي في الفرائض ولا يقضى من السنة الرواتب إلا ركعة الفجر أما الظهر القبلية والبعدية فلا تقضى في أصح الأقوال فإن عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك وفي حديث أم سلم أن قضاء هذه السنة بعد العصر الرواتب رواتب الظهر البعدية بعد العصر لأنه خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم والله أعلم معنا أبو هناء من السعودية فضل أبو هناء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مساء الله الخير مساء النور حياك الله ونحبكم في الله وفضيلة بيكتور الشيخ علي الله الله يحبكم خير بارك فيك عندي سؤال واحد فقط الله أعطيك العافية فضل أوصاني أحد الزملاء أشتري له سلعة من مدينة أسرى قيمتها فلنفضنا مئتين ريال فقط تمام وهو يعرف أن قيمتها السوقية بمئتين ريال ذهبت أنا إلى الموقع فقالوا لي أن لك خصم خاص أنا على بطاقتي لأن لي اشتراك عندهم في الاتصالات وكذا فيصبح السعر مئة وستين ريال تقريبا بسبب الحصم اللي لي أنا ببطاقة يعني أنا وليس بطاقته هو الآن لما يريد أن يدفع ليك ثمان هل يدفع المئة وستين ولا المئتين اللي هي أصل قيمة البضاعة اللي هو أوصاني عليها ويعلم قيمتها السوقية لو ذهبه بنفسه سيجدها مئتين ريال طيب ممتاز واضح السؤال طال عمرك واضح الله سعدك شكرا لك شكرا لك شكرا للأخوة الكرام هنا يا شيخنا بقي من الأسئلة لخت مها تقول شخص متقن لتجويد ولكنه ربما لو قرأ لوحد ربما بعض خاصة في رمضان يريد أن يكثر من الختمات فيتخفف قليلا من التجويد هل يأثم؟ هل يأثم لأن التجويد في مجموعهم المستحبات وإنما الواجب منه ما غير المعنى وما قصر عن إخراجه مخارجه الصحيحة في نطق الكلمات فإن كان يقرأ من حفظه أو يقرأ بسرعة فلا يلزم بكل أحكام التجويد من جهة الغنن والمدود وأحكام النون والميم الساكنتين والله أعلم هنا سؤال من الأخت أم محمد تقول إذا كان الإنسان يشرب وأذن المؤذن لصلاة الفجر هل يكمل أو أنه يقطع الشرب إذا أذن المؤذن والإناء والقدح في يد أحدنا فليتم شربه ويأخذ منه نهمة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سليقضي منه نهمته لكن الممنوع أن يتناول الكأس بعد الأذان ويشرب أو في أخذ الأذان ويشرب نعم سأذنكم استقبال بعض الصلاة معناه أم محمد بن سعودية فضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي السواري شيخ الله فضلي وحدة قومة ولدها إن قدر ذنفجر يرموها طيب قومة عقصة الشهور هو يزن قدر ذنو الزن تقول ما در الولد يعني تسحر وعكل وشرب على هذا الشيخ الله عليها ولا عليه هو ولا عزنين هي قومة من النوع ويمكن ما يدري وهي ما تدري لا هي داري داري طيب متى بعد ما أذن اي بعد ما أذن كم دقيقة والله ما دري تقريب لقي كثير لها دقائق كده بعد ما أنتهى المؤذنين ايه تقول أسمعك تقول أذن أذن أسان قل أعطيتها السحود السحرين طيب 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 تسمعي يا جامشا مع السحر الله باركك معنا طيب شكرا لخبو هنا سأل عنه يقول أوصاني أحد أصدقائي بين أشتري له السلعة ويعرف قيمتها يقول أنا عندما ذهبت أشتري السلعة هذه أصبح هناك خصم لي بحكم أني مشترك مع جهة اتصال أو لي فوائد أو لي نقاط أو غير ذلك يعني خصم المبلغ أصبحت ما دفعت إلا 160 هل أرجع بالمائتين كاملة أو أني أخذ من 160 فقط أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه واجعلنا وإياكم وإخواننا المتحابين في جلاله المضرين في ظل عرشه اللهم آمين الذين هم على منابر من نور عن يمينه سبحانه وكلت يديه يمين ما ذكره في سؤاله هو قائم مقام الوكيل الذي أرى له أنه يستأذن صاحبه الذي وكله فإن أعطاه المبلغ كامل فنعم وإلا اكتفى بما دفعه وهي المائة والستين ولو كانت متعلقة ببطاقته والله أعلم هنا أيضا شيخنا من الأسئلة لأخ سراج يقول هل يجوز الإنسان تخصيص يومي الاثنين والخميس ببعض الأعمال كالصدقة والعمرة وغيرهما لأن الأعمال ترفع في هذين اليومين النبي صلى الله عليه وسلم لم يحررن في يومي الاثنين والخميس إلا الصوب وقال ماني تعرض فيهما الأعمال إلى الله أو ترفع فيهما الأعمال إلى الله ويحب أن يعرض عملي وأنا صائف ولم يذكر صدقة أو صلاة أو غيرها من الطاعات والقربات فلا نزيد عما جاءت به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لألا نقع في البداع والمحدثات والله أعلى اللهم سبحانه نسألكم استقال بعض الصلاة معنا الأخ علي فضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي ثلاثة سلام الأول كنت أنصح أخي أنه يستغل والكلام ذا كان مقصود الدنيوي وقلت له الشغل عند الرجل من الفطرة واستهزى بكلمة الفطرة وأنا بحك وهذه الكلمة أنه معناها الأشياء الطبيعية اللي المقروض يسويها الإنسان ما كان يعني قصدي كيف الدين طيب سؤال الثاني ونية ما يستهزاء فهل هذا يكون استهزاء طيب سؤال الثاني سؤال الثاني اللي يلعب الأب فيها آله أحد كفار أو فيها عيد يعتقدون فيه الكفار أنه عيسى بن الله هل يكفر من يلعب الألعاب الألعاب فيها هذه المشاهد يعني الألعاب فيها هذا الأشياء طيب بس هو يعني اللي بيلعبها ما هو مؤمن فيها طيب سؤال الثالث طيب هل يكفر فيها سؤال الثالث آه من اللي يسوي نفسه أنه في عبادة هو ما هو في عبادة بس عشان الناس ما تنصحها كيف يعني هل يكفر بذال شيء كيف يعني طيب 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 اخوي علي اظن عندك بعض الوساوس في الجانب العاقدي صح تسمع ان شاء الله توجيه الشيخ ان كان ثلاثة صلاة اربعة لا 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 هو اخر سؤال اتا فهمته طيب اي فهمت فهمت تسمع اي جاء ما شاء الله شكرا جزيلا بقي سؤال لاختم محمد بعض الامهات لديهم رحمة لكنها جانب ربما يكون فيها شكال انها توقظه للسحور بعدما اذن المؤذن هو ما عنده خبر انها اذن او لا ايقظته بعد الاذان ثم قدمت له السحور ليتسحر نعم هي اثمة بفعلها وعليها هي القضاء لانها علمت انه اكل وبعد طلوع الفجر وهو اذا كان لا يعلم بطلوع الفجر واكل او شرب ضان ان بقاء الليل صح صومه فالاثم عليها والقضاء عليها لكن لما شاركت معه في السحور حتى لما شاركت هي علمت انه يأكل ويأشربه بعد ادان الفجر طيب هنا سؤال الاخ علي طبعا من السؤال الاخ علي ان عنده جانب الوسواس يقول انصح اخي ان يعمل فكنت من ضمن كلامي انه قلت انها العمل من الفترة فضحك على ذلك وابتسمت انها فلم اكن اقصد شيء في الاستيزاء بالدين هل ندخل في هذا الامر يبدو من اسئلة التي سمعنا ان عنده وسواس متحقق في امور الاعتقاد والكفر والايمان وما يدخل به في الكفر ويخرج به من الايمان والذي انصحه به ثالث امور الامر الاول ان يستعيذ بالله من الشيطان ووسواسه ثانيا ان يترك هذه الوساوس لا يتطاول معها لا يسترسل معها بل يردها ويصدها الامر الثالث وهو المهم ان يسأل ربه ان يعافيه من هذه الحالة لان الحالة هذه اذا استمر معها انتقلت الى امور اخرى وهي والله اعلم جاءته من وساوي السابقة في وضوء في خارج من السبيلين وفي الصلاة وفي علاقاته بالناس وجوابا على سؤاله الاول قولوا ان العمل عند فلانا والعمل هذا من الفترة لا يعد هذا كفرا ولا يعد هذا استهزاء وليستغفر ربه وليتوب اليه من ظنه ان هذا كفر والله وعليه سأذنكم استقبال الصلاة الاخوة والاخوات معنا الاخ ماجد فضل السلام عليكم وعليكم السلام سيشيخ سؤالين فضل السؤال اول انا كنت قبل اكثر حل كثير وكنت يعني حل كذب بس ما ادل يعني كالكم عشان اكفر عن حل طيب السؤال اول السؤال اول السؤال انا اعمل في جهة حكومية بس احضر يوميا ولا في يعني اي عمل يعني عمل بس احضر واطلا بدون اي عمل هل يعني اعتبرات في دارات بحرام الله طيب بدون عمل لدارة نفسها ما يعطونك عمل ايه ما يعطوني عمل كثير مرة ايه يعني ما يعطوني وانت تحضر من بداية الدوامي لنهايته صحيح طيب تسمع لجهة عشان بك لاب الله بارك ام عزيز من سعودية تفضلي تفضلي لم سبحت انا عندي مبلع من المال وقد عطيت واحد سلفت اياه والحفظ لي هل ازكي عدو ولا لا مضى عليه كم سنة او اكثر ايه مضى هو عده كم سنة او اكثر سنة بضى عده هو طوي رده لي طيب هو معسر ايه معسر شوية ايه طيب يوم توفر معه جابلت صح يوم توفر جابل حين هل ازكي ولا لا طيب تسمع والزول الثاني جاءت لكثير اه ستوين الكفرين اه ميجود الوجه المرة عوره في الصلاة الا وجهها الكفرينها عوره ولا لا في الصلاة ام والزول الثاني الحين احيانا يبقى بسلم قبره كان يقبل التحية هل اسلم ونه قبلها طيب طيب الله يضع الله باركيك شكرا جزيلا الاخوة والاخوات جميعا اه هنا الاخ علي بقي من اسئلة الشيخ السؤالين وانت يعني وجهت من جهة الوساوس قال ان بعض الالعاب ربما يكون فيها بعض المشاهد الكفرية لانها تعمل من غير المسلمين اذا الانسان عملها وغير معتقد بذلك وايضا يقول اذا كان الانسان يعني يوهم الناس انه في صلاة وهو ليس في صلاة لعجل ان يبتعد عنه ولا ينصحه كلا الامرين لا يكونان كفرا ولكن يجب عليها ان يبتعد عن مواردهما الالعاب التي تجتمل على كفر او على عبادات واقوال لا تصلح في ديننا يتجنبها ولا يجوز العبث واللعب بها واما ايوهم غيره انه في عبادة هذا من الرياء وليس من الرياء المحبط للعمل وانما من الشرك الاصخر فان عمل العبادة لاجل الناس ريا وترك العمل لاجل الناس ريا وايهامهم انه في عبادة ليمدحوه هذا من الرياء الذي يجب عليها يتجنبه والله اعلم الاخ ماجد سأل عنه انه يكثر الحلف ولا يدري كم وره حلف الحلف نوعان لغ يمين لم يقصدها ولم يعقدها في قلبه فهذه غير مكفرة لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم في الآية الأخرى بما عقدتهم الايمان واما اليمين المنعقدة فيجب عليه ان يكفرها اذا لم يفي بها فان كان شاكا في عددها فليبني على الاغلب فان كان عنده شك حتى في الاغلب ما يبينه فيأخذ بالاكثر فان الاكثر هو الايقن ويتق الله جل وعلا ويحفظ يمينه ويكفر عن ايمانه والله اعلم سأل انه يعمل في جهة حكومية ويقول اني احضر من بداية الدوام الى نحاية لكن ليس لدينا عمل او عمل يسير جدا فهل آثم في ذلك يعني يعتبر ما يأتيني من راتب لا توسوس يا اخي فان الراتب مأخوذ على امرين على العمل وعلى انتظاره فانك مستأجر عند الجهة التي تعمل عندها على وقتك وعلى خبرتك في انجاز هذا العمل الذي يسند ويوكل اليك فان لم يكن هناك عمل فراتبك الحمد لله لا بأس به والله اعلم ام عزيز تقول انها يعني ادانة شخصا مبلغا فلما توفر لديه اعاد المبلغ بعد مره سنة فتقول هل عليه زكاة نعم عليه زكاة سنة واحدة تزكيه سنة واحدة في قبضه من هذا المدين الذي ادنته هذا المبلغ والله اعلم حسمت الزكاة حسمت الزكاة شيخنا بشكل مبسط نعم الزكاة زكاة عرض التجارة زكاة الاموال زكاة وما جرى مجراها هي ربع العشر وربع العشر تقسيم المبلغ المتجمع المبلغ الزكوي على اربعين بالآلة الحاسبة يقسمت المبلغ على اربعين الناتج هو الزكاة وهو الذي يعادل ربع العشر والله اعلم تسأل شيخنا عن المرأة في صلاتها هل تكشف عن كفيها او فقط تكشف عن وجهها الصحيح انما تكشف عن وجهها فقط لا عن كفيها ولا عن رجليها ولا عن شعرها بشرط ان لا يكون عندها رجال اجانب فان كان يمر بها وهي تصلي الرجال اجانب فانها مأمورة ايضا ان تغطي وجهها لا لانها في صلاة لكن لعمومي ذلك في نساء المؤمنين يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابهم ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما والله اعلم نعم سألت ايضا عن انها اذا سلم الامام وهي لم تنتهي من التحيات والصلاة الابراهيمية اذا سلم الامام مستعجلا وانت لم تأتي ببقية فرضك في قراءة التشهد فبسلامه انقطعت متابعتك ايا وانما اكمل صلاتك وتشهدك ثم سلم لكن اذا سلم الامام وهو معتاد وعندك وسوس وتلك في قراءة التشهد مجرد ما يسلم الامام سلمي معه ولا تسترسلي مع هذه الوسوس والتلكؤات والترددات التي تكون عند بعض الناس في صلاتهم من ناحية الوسوسة والله اعلم شكرا 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 وعلى الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه صلاة وسلاما ابدين دائمين الى يوم الدين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وصلنا بكم الى ختم حلقتنا حتى الملتقى بكم في موعد البرنامج المعتاد في شهر رمضان المبارك ساعة رابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام ورحمة الله سدل علماء من ورث الكتاب به المال الهدى نورا وطاها وفي الطهو الدين منهم نرتجي اشتركوا في القناة